السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله عنزي معلم مادة المواطنة الرقمية وعلى لغة الإشارة أستاذ نسري النصر اليوم سوف نتحدث في دوافع التنمر دوافع التنمر في الدرس السابق تحدثنا عن التنمر الإلكتروني وعرفنا التنمر الإلكتروني وقلنا أنه هو السلوك متعمد يهدف إلى إخافة أو استفزاز الأشخاص المستهدفين أو تشويه سمعتهم ويحدث هذا التنمر باستخدام الأجهزة الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية حيث يمكن للأشخاص عرض المحتوى أو التعليق عليه أو المشاركة ومن سلوكيات كذلك تحدثنا عن سلوكيات التنمر أكتروني إرسال أو نشر أو مشاركة محتوى سلبي أو ضار أو كاذب أو فيه إهانة متعمدة لشخص آخر كذلك إرسال رسائل تهديد لشخص آخر هذه من سلوكيات التنمر كذلك انتحال انتحال شخصية شخص ما وإرسال رسائل مسيئة للآخرين كذلك تحدثنا عن أشكال التنمر الإلكتروني وذكرنا تختلف أشكال التنمر الإلكتروني ويختلف مدى الأثر الذي يمكن يتركه على الشخص المستهدف ويوضح الشكل كذلك لدينا من أشكال التنمر ذكرنا المطاردة الإلكترونية وهي مراقبة الشخص المستهدف وتتبع إلكترونيا ومحاولة جمع معلومات عنه وقد تكون هذه المطالبة مصحوبة بمطاردة واقعية وقد تمتد لكتهديد المستهدف هذه من أشكال التنمر ذكرنا المطاردة الإلكترونية ثانيا المضايقة الإساءة للآخرين عاطفيا عن طريق الإهانة والسخرية والتقليل منهم من شأنهم بشكل متعمد غالبا بهدف المتعة فقط ثالثا الإقصاء ذكرنا وهو استبعاد أو عزل شخص ما بشكل متعمد من بعض الأنشطة الجماعية بهدف مضايقة وزعاجه كذلك من أشكال التنمر الخدائه وهو وكسب ود الشخص المستهدف وثقته حتى يشارك معلوماته وصوره الشخصية والسرية ثم يقوم المتنمر بفضح المتنمر عن طريق كشف هذه المعلومات هذا الخدائع من أشكال التنمر التشوية هو تعمل تشوية سمعة المتنمر عليه عن طريق نشر الشائعات وإرسال معلومات خاطئة ومفبركة ونشرها عبر الانترنت من أشكال التنمر انتحال الشخصية وهو الدخول لحساب المتنمر عليه إما باختراقه أو خلال معرفة كلمة السر ونشر صور مسيئة ومحتوى مؤذية هذه أشكال التنمر كذلك تحدثنا عن آثار التنمر الإلكتروني وذكرنا آثار التنمر آثار نفسية وآثار سلوكية وآثار أكاديمية ذكرنا الآثار النفسية الشعور بالتوتر والقلق الشعور بالاكتئاب الإصابة بالتقلبات المزاجية هذا شيء نفسي من التنمر الشعور بالخجل والانسحاب الشعور كذلك بالغضب وتفكير بالانتحار وقلة الثقة بالنفس الشعور بالخوف نوبات هلع كذلك هذه كلها آثار نفسية من التنمر الآثار السلوكية التوقف عن استخدام الأجهزة كذلك تغير عادات الأكل والنوم عدم الرغبة في المشاركة الأنشطة الاجتماعية والعزلة الاجتماعية كذلك وأذى نفسي ومحاولة انتحار والسلوك العدواني من آثار السلوكية من آثار التنمر كذلك آثار أكاديمية عدم الرغبة في الذهاب للمدرسة كذلك تدني الدرجات فقدان الشقف بالدراسة والغياب المتكرر ممكن ترك المدرسة المدرسة أما درسنا اليوم هو دوافع التنمر الإلكتروني دوافع التنمر الإلكتروني مخرجات التعلم أتعرف على دوافع التعلم دوافع التنمر الإلكتروني هذا أول مخرج أتعرف على دوافع التنمر الإلكتروني اثنين أتعرف على جهود المملكة العربية السعودية للحد من أشكال العنف الإلكتروني ثلاثة أشارك في التوعية بأشكال العنف الإلكتروني وسبل الوقاية منها هذه مخرجات التعلم التهيئة الكرامة الإنسانية حق مكفول من الله عز وجل لجميع البشر الكرامة الإنسانية حق مكفول من الله عز وجل لجميع البشر وقد نصت الشريعة الإسلامية على أهمية حفظ اللسان وعدم تتبع عورات المسلمين وإيذاءهم بالقول والفعل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وعن أبي برزة الأسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته بالرغم بالرغم من الفوائد الجمة للتقنية الرقمية إلا أن البعض قد يستخدمها بطريقة خاطئة قد تصل للتعنيف الآخر لدينا عدد من الأسئلة هل سبق وأن تعرفت للتنمر الإلكتروني وكيف تعاملت مع هذا الموقف كيف تعامل مع المنشورات المسيئة للآخرين ما دورك كمواطن رقمي في الحد من أشكال العنف الإلكتروني ندي ندخل درسنا دوافع التنمر الإلكتروني دوافع التنمر تختلف الأسباب والدوافع لحدوث التنمر الإلكتروني من شخص لآخر ويمكن تصنيف دوافع التنمر الإلكتروني إلى دوافع داخلية ودوافع خارجية من الشكل التالي يتضح لدينا دوافع الداخلية والدوافع الخارجية لدينا هنا دوافع داخلية الأول ثاني ثالث الرابع والخمس الأول تفريغ المشاعر السلبية يلجأ بعض الأشخاص إلى الأنترنت لماذا؟ لتفريغ مشاعرهم السلبية مثل الإحساس بالغيرة والنقص وقلة الثقة بالنفس من خلال التنمر على الآخرين حيث يكسبهم هذا التصرف الإحساس بالقوة والصيدرة هذا أول دوافع الداخلية تفريغ المشاعر السلبية الثاني الرغبة في الانتقام الرغبة في الانتقام هذه ثاني من الدوافع الداخلية قد يكون الانتقام شخصيا من خلال استهداف شخص محدد وقد يكون الانتقام اجتماعيا من خلال السعي للإساءة لمجتمع أو عرق معين نتيجة مرور الشخص المتنمر بتجربة سيئة هذا الثاني الرغبة في الانتقام الثالث من الدوافع الداخلية التسلية يلجأ البعض للتنمر نتيجة الإحساس بالملل والرغبة في الضحك والتسلية الثالث من دوافع الداخلية التسلية يلجأ البعض للتنمر نتيجة الإحساس بالملل والرغبة في الضحك والتسلية الرابع من الدوافع الداخلية الرغبة في الانتماء قد يشارك بعض الأشخاص في التنمر بدافع الرغبة بالانتماء لجماعة ما أو تعزيز الانتماء لها الخامس الحصول على الاهتمام ولفت الانتباه يسأل بعض الأشخاص للفت الانتباه بأي طريقة ممكنة حتى وإن كان فيها أذى للآخرين هذه الدوافع الداخلية دوافع التنمر الإلكتروني تفريغ المشاعر السلبية الرغبة في الانتقام التسلية الرغبة في الانتماء وكذلك الحصول على الاهتمام ولفت الانتباه هذه الدوافع الداخلية نأتي هنا إلى الدوافع الخارجية الدوافع الخارجية للتنمر الدوافع الخارجية لدينا ثلاثة واحد الإحساس بالأمان وعدم الحاجة إلى المواجهة لا يحتاج التنمر الأكتروني إلى شجاعة ولا إلى مواجهة وهذا ما يجعله أقل خطورة على المتنمر كما إن وسائله تتيح المتنمر إخفاء هويته وتتيح له الانسحاب بسهولة عند الشعور بالخطر هذا أول الدوافع الخارجية الإحساس بالأمان وعدم الحاجة إلى المواجهة اثنين عدم رؤية رد فعل المتنمر عليه رؤية رد فعل الشخص قد تكون سبباً لوقف التنمر حيث يشعر المتنمر أنه سبب بأذى واضح فيتوقف ويتراجع أما المتنمر الإلكتروني فإنه يقلل إحساس التعاطف الثالث من الدوافع الخارجية تنوع الوسائل التي تتيحها التقنية الرقمية أتاحة التقنية الرقمية العديد من الوسائط التي تساعد المتنمرين على ممارسة التنمر من صور ومقاطع مصورة وصور متحركة وبرامج تجسس هذه الدوافع الخارجية للتنمر الإلكتروني الإحساس بالأمان وعدم الحاجة إلى المواجهة عدم رؤية رد الفعل المتنمر عليه ثلاثة تنوع الوسائل التي تتيحها التقنيات الرقمية في التنمر كيفية التعامل مع التنمر الإلكتروني وجهود المملكة العربية السعودية لمكافحته كيفية التعامل مع التنمر الإلكتروني وجهود المملكة العربية السعودية لمكافحة هذا التنمر أولت المملكة العربية السعودية اهتماما خاصا لجال العالم الرقمي أكثر أمانا ومن جهودها في هذا الصدد مكافحة الجرائم المعلوماتية بجميع أشكالها ونظرا للأضرار والآثار التي يسبها التنمر الإكتروني وبسبب انتشاره على نطاق واسع أصبح يصنف كأحد الجرائم المعلوماتية يصنف التنمر الإكتروني أحد الجرائم المعلوماتية وقد سعت المملكة ومثلت بعض الجهات الحكومية إلى التوعية بأشكال وأضرار التنمر وكيفية التعامل مع التنمر الإكتروني وكذلك التوعية والثاني سن القوانين الرادعة توعية وسن القوانين لجميع أشكاله وستراوح العقوبات ما بين السجن والغرامات المالية وسيتم التطرق إلى المزيد من التفاصيل حول الجرائم المعلوماتية في الوحدة الثالثة وللتعامل هذه الدور جهود المملكة العربية السعودية عاملة التوعية وكذلك سن القوانين الرادعة لجميع أشكاله وللتعامل مع التنمر الإلكتروني نتبع الخطوات الآتية التعامل مع التنمر الإلكتروني عدم الرد واحد عدم الرد في الغالب يكون هدف المتنمر هو استفزاز الهدف والحصول على ردة فعل أو لفت انتباه أو التسلية وتجاهل المنشور المسيء يساعد في رد وإيقاف المتنمر هذا التعامل مع المتنمر عدم الرد لأن هدفه هو لفت الانتباه أو تسلية أو الأفضل تجاهل المنشور اثنين عدم التنازل للمتنمر أحد دوافع المتنمرين الرغبة في السيطرة على المتنمر عليه والشعور بالقوة والسلطة عدم التنازل أمام المتنمر وعدم إظهار الضعف والخوف يساعد في الحد من التنمر ثلاثة جمع الأدلة جمع ما يثبت التعرض للتنمر عن طريق حفظ صور للقطات الشاشة وحفظ جميع الرسائل والوسائط المستخدمة من قبل المتنمر عليه حيث يساعد ذلك في الإبلاغ عن المتنمر جمع الأدلة هذا التعامل مع التنمر أربعة حفظ حظر المتنمر يعتبر حظر المتنمر أحد أفضل الاستراتيجيات حظر المتنمر أحد أفضل الاستراتيجيات لوقف الأذى الحاصل منه والحد من التنمر كذلك طريقة التعامل طلب المساعدة من الجيد اللجوء لشخص ثقة قد يكون أحد الوالدين أو الأخوة أو الأخصاء الاجتماعي في المدرسة وإطلاعه على الأدلة التي توضح ما تم التعرض له من تنمر وطلب المساعدة طلب المساعدة كذلك من التعامل الإبلاغ في حال تكرار التنمر أو في حالات المطاردة والتهديد لا بد من ردع المتنمر عن طريق إبلاغ الجهات المختصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية هذه طريقة التعامل مع التنمر الإلكتروني عدم الرد عدم التنازل للمتنمر جمع الأدلة وكذلك حضر المتنمر وطلب المساعدة وكأخيرا الإبلاغ الإبلاغ كيفية رفع بلاغ الجرائم المعلوماتية لدينا هنا كلنا أمن وطريقة رفع لدينا واحد اثنين ثلاثة أربعة لطريقة رفع بلاغ اختيار النجمة الخاصة كذلك الجرائم المعلوماتية كذلك ستظهر لك قائمة بكافة المعلومات الخاصة حول البلاغ رفع صورة مصورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية وبعد تعبئة الملاحظات الخاصة بإبلاغ ورفع الصورة المصورة بإمكانك إرسال البلاغ للقسم المختص هذا كيفية رفع بلاغات الجرائم المعلوماتية في كلنا إثراء علم واستريح علم واستريح هي أحد المبادرات تحت مظلة العطاء الرقمي علم واستريح والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وتهدف هذه المبادرة للتوعية بالتنمر الإلكتروني وتهدف للتوعية بالتنمر الإلكتروني وسبل الوقاية منه تهدف هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتوعية بالتنمر الإلكتروني وسبل الوقاية منه للاطلاع أكثر كذلك مسح رمز الاستجابة هذا رمز الاستجابة السريع والدخول على هذه المبادرة مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كذا عنهينا درسنا اليوم شكرا لكم حسن استماعكم وانصالتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته